موسيقى أهلا بكم إلى أخباري الرياضة من قناة الجزائر الدولية بداية أجرى انتر ميلان حصة تدريبية في إيطاليا الاثنين قبل السفر إلى البرتغال لمواجهة بورتو صهرة ثلاثة في إيابي ثم النهائي ربطة أبطال أوروبا وكان فريق المدرب سيميوني إنزاقي قد فاز ذهبا بهدف ويبحث عن حسم التأهل إلى ربع نهائي لكن مستوى خارج ملعبه في الآوينة الأخيرة لا يدعو إلى التفاؤل حيث خسر مبارتين وتعادل في واحدة في آخر ثلاث مباريات لعبها خارج السنسيرو وشهدت الحصة أو حصة التدريبات عودة الحارس أندري أونانا بعد إرحته في مباراة الجمعة حقق برشلون الصهرة لحد فوزا صعبا على مضيف أتليتيك بيلباو بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدورية الإسباني وسجل هدف المباراة الوحيد الجناح البرازيلي رفينيا عند دقيقة الخامسة والأربعين إثر تمررة رائعة من سيرجيو بوسكيتس وبهذا الفوز رفع برشلون رصيده إلى خمس وستين نقطة في صدرة ترتيب الدورية الإسباني مبتعدا بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقه ريال مادريد فيما بقي أتليتيك بيلباو في المركز التاسع برصيد ثلاث وثلاثين نقطة فرض ستراسبورغ نتيجة تعادل الإجاب بهدفين في كل شبكة على مضيفه مارسيليا ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الليغ آن وبعدما كان الوصيف مارسيليا متقدم في النتيجة بهدفين لغاية الدقيقة الثامنة والثمانين تقدم ليفواري أهول وبصم على هدفي التعادل لفريقه في الوقت القاتل عند الدقيقتين الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين توليا تعادل أبقى مارسيليا في المركز الثاني بست وخمسين نقطة بينما يأتي ستراسبورغ في الصف الخامس عشر بثلاث وعشرين نقطة كشف الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن تعيين أمير غالانوي مدربا جديدا للمتخب الإيراني لكرة القدم للمرة الثانية خلفا للبرتغال كارلوس كيروش ولم يكشف بيان الاتحاد الإيراني أي تفاصيل عن عقد المدرب الذي أشرف بين 2006-2007 على المنتخب الأول ويخلف غالانوي صاحب التاسعة والخمسين عاما لبرتغال كيروش الذي غادر إيران بعد فشله في تجاوز دور المجموعات في كأس العالم 2022 والذي عين مدربا لمنتخب قطر الشهر الماضي توجى الاثنين الدراج الجزائر حمزة يسين من الفريق الجهوي مدار بالمرحلة السابعة لطواف الجزائر للدراجات 2023 والتي جرت بين وليتي قسنطينة وسكيغدا على مسافة 83.6 كم ترمو سجلا فوزه الثالث منذ انطلاق المنافسة وقطع الجزائر يسين حمزة مسافة السباق في ساعة وأربعين دقيقة وتسعة وخمسين ثانية متفوقا في الأمطار الأخيرة على الماليزي مهد حليف صلاح والفرنسي بول هانيكان وستجرى المرحلة الثامنة من السباق هذا الثلاثة بين مدينة اسكيغدا وجيجل على مسافة 150 كم حصد المنتخب الجزائري للجود رجال وسيدات 16 ميدالية في الدورة الإفريقية المفتوحة بتونس منها سبع ميداليات جديدة خلال منازلات اليوم الثاني بواقع ذهبيتين وفذية وأربع برونزيات وفي اليوم الأول من المنافسة افتكى ممثل الجزائر تسعة ميداليات واحدة ذهبية وأخرى فذية بالإضافة إلى سبع برونزيات ويشارك المنتخب الجزائري بـ 43 رياضيا في هذه الدورة الدولية التي تشهد مشاركة 208 مصارعين يمثلون 38 بلدا اختموا اخبار الرياضة قدمناها لكم مقالة الجزائر الدولية للمزيد من الاخبار تابعون عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة